قدر العراق أن يكون ساحة الصراع للمصالح بين أمريكا وإيران وقدره أن يحظى بحكومة فاشلة عجزة عن النائب العراق عن هذا الصراع كعجزها عن توفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة للعراقيين صحيفة فاينشال تايمز البريطانية أكدت في تقرير لها أن العراق اليوم عالق بين ناري أمريكا التي يصعد رئيسها دونالد ترامب من سياسته في الشرق الأوسط وبين إيران التي تريد الحفاظ على نفوذها في البلد وتقول الصحيفة أنه منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 وجلب السياسيين المرتبطين بإيران إلى السلطة ألقى العراقيون باللوم على تدخل واشنطن في تفاقم مشاكل بلادهم وهو ما سمح لاحقا بنفوذ إيراني غير مسبوق من خلال شخصيات وأحزاب سياسية وميليشيات مسلحة وتشير الصحيفة إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي وكالة باتريك شانهان إلى بغداد التي أكدت أن العلاقات بين واشنطن وبغداد أصبحت محفوفة بالمخاطر وأن ترامب أثار المزيد من الغضب بتصريحاته بشأن الحفاظ على القواعد العسكرية الأمريكية في العراق ذلك من أجل مراقبة إيران وهو ما وضع رئيس الوزراء عدل عبد المهدي في موقف حرج بسبب صعوبة تحقيق التوازن بين إيران صاحبة النفوذ العميق في المؤسسة السياسية ورعايتها للميليشيات في العراق وبين الولايات المتحدة التي تريد أن تجعل العراق مسرحة للمواجهة مع طهران كما يؤكد ساسة واشنطن ومن بينهم نائب الرئيس الأمريكي مايكل بينس الذي حذر هو الآخر من سعي إيران لإعادة تشكيل إمبراطاريتها القديمة في المنطقة الواقع يقول أن العراق الذي أصبح اليوم ساحة للمواجهة بين طهران وواشنطن لم يكن ليتحول إلى معسكر خلفي لإيران يسهم في دعم جبهتها في سوريا ولبنان واليمن دون الغزو الأمريكي والذي فسح المجال واسع لهذا النفوذ في العراق وعموم المنطقة وحرب التصريحات المتبادلة التي تتجدد بين طهران وواشنطن كل حين قد لا تعد كونها وسيلة لتعزيز نفوذ كل طرف على حساب الآخر عندما تتقاطع المصالح مصالح ما تلبث أن تتوافق مجددا على حساب بلدان المنطقة وشعوبها ترجمة نانسي قنقر